موسيقى مشاهدين الكرام من قناة الكرم الفضائي نحييكم تحية طيبة ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من الحصاد الإخباري الإسبوعي تأتيكم على الهواء مباشرة لنطلعكم من خلالها على أهم الأحداث الساخنة التي شهدها العالم العربي والدولي هذا الإسبوع حيث زاد التوتر السياسي والأمني بعض الدول العربية التي سنشاهدها بعد قليل بالإضافة إلى الشأن المسيحي في العالم إذن كونوا معنا بعد العنوين رؤساء الكنائس المصرية الثلاث يتفقون على قانون الأحوال الشخصية الموحد بعد مناقشة مواده بغية إرساله لوزارة العدل لإقراره انحراف قطار عن مساره في كفر الشيخ بمصر ووقوع عشرات الإصابات مجلس النواب المصري يوافق على التعديلات الدستورية بأغلبية 531 نائبا ومنها مد الفترة الرئاسية لست سنوات فتاتان سعوديتان تهربان على طريقة رهف وتطالبان اللجوء في بريطانيا اشتعال النيران في كادرية نوتردام الشهيرة بباريس والشرطة الفرنسية ترجحوا فرضية الاتماس الكهربائي وراء الحريق وتأهل ليفربول وتوتنهام هوسبير لنصف نهائي دور أبطال أوروبا لكرة القدم مشاهدين الكرام تفاصيل الحصاد الإخباري معكم أهلا بكم أحياء المسيحيون الذين يعتمدون التقويم الغربي في طقوسهم وعيادهم الخميس في التدفق إلى القدس القديمة للاحتفال بعيد الفصح في كنيسة القيامة ويعد عيد الفصح من الشعار الدينية المسيحية حيث يحتفل فيه المسيحيون لإيمانهم أنه الوقت الذي قام به السيد المسيح له المجد من الموت بعد صلبه بثلاثة أيام حيث إنه صلب يوم الجمعة السابقة لعيد القيامة أو ما يسمى بعيد الفصح وهو ما يطلق عليها بالجمعة العظيمة ثم قام يوم الأحد ويعد أحد الفصح أكثر أيام العام توجها للكنائس وأداء الصلوات فرحة من المسيحيين بقيام يسوع المسيح من بين الأموات وتغلبه على الموت وانتصاره عليه حيث إن المسيحيين يؤمنون بأن صلب المسيح وموته وقيامته دلالة على أنه قد تحمل الخطيئة عن المؤمنين به وبذلك قد اشترى لهم الغفران بشرط أن كل من يؤمن به ينال الغفران يبدو أن قانون الأحوال الشخصية الموحدة الخاص بأقباط مصر اقترب من الاتفاق على مواده بين الكنائس بعد لقاء يوم أمس حيث جمع رؤساء الكنائس المصرية الثلاثة في الكادرية المرقصة بالعباسية حيث استقبل قدسة البابة ودروسة ثاني بابة الإسكندرية وبطريارك الكرازة المرقصية كل من سيادة البطريارك إبراهيم إسحاق بطريارك الأخباط الكاثوليك ورئيس مجلس الأساقف والبطارك والكاثوليك في مصر والدكتور القس اندريزكي رئيس الكنيسة الإنجلية والممثلين القانوني للكنائس لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون تمهيدا لإرساله لوزير العدل قبل عرضه على البرلمان وذكر بيان صحفي عن المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أنه اجتمع رؤساء الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجلية والأسقفية في المقر البابوي بالكادرية بالعباسية مع المستشارين القانونيين لمناقشة مواد قانون الأسرة الجديد للمسيحين في مصر ووضع الصورة النهائية قبل تقديمه للجهات المختصة في الدولة مسلسل متكرر لا يختلف عن غيره سوى في المكان والزمان انتفاضة المتشددين ضد حق الأقباط في الصلاة أصبح ظاهرة تقوده مشاعر الكراهية والتطرف ظن منهما أن القانون غائب عن محاسبتهم مثل الكثير من الأحداث التي وقعت سابقا في قرى كثيرة مثل المينيا وأطفيح وسهاج والتي أغلقت فيها الكنائس مثل عزبة سلطان والزعفرانة وكوم الراهب بالمينيا وكفر الواصلين والقبابات بأطفيح والحاجر بساقلتة والنغميش بدار السلام وقاع جديد حدثت الجمعة الثاني عشر من أبريل الجاري بنجاع خلف الله جابر التابع لنجاع الخفير بالوحدة المحلية لقرية نيدا مركز أخميم بسهاج عندما تجمهر عدد من المتشددين وحاصروا مبنى كنسي باسم الأنبا كاراس أثناء انعقاد مدارس الأحد للأطفال التي تقام في الرابع من عصر الجمعة ورغم وجود بعض أفراد الشرطة لأنه حدث اعتداء طفيف على القزب سليوس كهن الكنيسة وإصابته بإصابات طفيفة بالرأس وإصابة قبطين آخر أسعد بخيت رسق الله بجرح بالرأس فضلا عن حالة الذعر الذي تعرض لها الأطفال الأقباط داخل المبنى أثناء تجمهر المتشددين حتى وصول قوات وتعزيزات أمنية وتم فض التجمهر وإخراج كهنة الكنيسة القزب خوم والقزب سليوس خارج القرية في حراسة أمنية داخل مدرعة الشرطة لحماية من المتشددين وصرف الأطفال ووضع حراسة على المبنى وقال أحد أقباط القرية أن الأقباط يصلون بمبنى كنسي منذ عشر سنوات ولكن قبل أربع سنوات تم ترخيص المبنى كجمعية كنسية باسم جمعية الأنبا كاراس وتصريح بأنشطة اجتماعية وممارسة الشعائر الدينية وتقام الصلوات بصفة منتظمة أيام الجمعة والأحد نظرا لعدم وجود كنيسة للأقباط بالقرية وأقرب كنيسة لهم تقع على مسافة عشرين كيلومتر بقرية الصوامع حيث يزيد تعداد الأقباط عن ألف وثلاثمائة نسمة وتبع في يوم الخميس الماضي الحادي عشر من أبريل عندما تم تشييد آخر طابق وهو الرابع وبعد الانتهاء من وضع الصب الخرسانية فوجئنا بعمدة القرية يقتحم المبنى وهو في حالة غضب ويتهم الأقباط بالخيانة لبناء المبنى وظل يرفع من صوته ويدعو الأهالي لمشاهدة ما حدث من الأقباط وقام بإبلاغ مجلس المدينة الذي وصل وقام بمصادرة ما تبقى من حديد ومواد بناء ومنذ هذه اللحظة بدأت عملية التحريض ووصلت قوة أمنية صغيرة مكونة من ضابطين وأمين شرطة وظلت بالقرية حتى يوم الجمعة وبدأت عملية التجمهر أمامهم في الرابع عصرا بعد أن تنحت هيئة محكمة جنايات المينيا في مارس الماضي عن نظر ثلاث قضايا قبطية تتعلق بالأقباط وهي قضية تعرية السيدة سعاد ثابت سيدة الكرم والثانية حرق منازل أقباط الكرم والقضية الثالثة وهي قتل المواطن القبطي اسكندرطوس وحرق ونهب منازل أقباط قرية دلقة بمركز دير مواز بالمينيا والتي تعود لعام 2013 عقب فضل اعتصام رابعة وإحالة القضية لاستئناف بني سويف حيث تم تحديد أولى جلسات الثلاث قضايا وإعادتهم لجنايات المينيا وقال الدكتور إيهاب رمزي رئيس هيئة الدفاع في القضايا الثلاث ثاني استئناف بني سويف حدد نظر أولى جلسات للثلاث قضايا في الحادي والعشرين من أبريل الجاري أمام الدائرة التاسعة بجنايات المينيا ليتم نظر القضايا أمام قاضي جديد بعد تنحي هيئة المحكمة السابقة عن القضايا الثلاث لاستشعر الحرج وأضاف أنه سيطالف في الثلاث قضايا والتي ستنظر في نفس اليوم بسرعة الحسم والفصل في القضايا بالحكم فيهم وأشارنا قضية قرية دلجة بدير مواس المتهم فيها 45 متهما بتهمة قتل المواطن القبطيس كندرتوس وحرق ونهب منازل القرية في 2013 وتتم الجلسات بحضور 13 متهما بينما الآخرون هاربون وهي فترة طويلة للنظر القضية رغم انتهاء قضايا مماثلة أخرى في أحداث ضد رابعة في سياق آخر قررت محكمة الجناية القاهرة إحالة أوراق كل من إبراهيم إسماعيل وعاد الإمام محمد للمفتي في عادة محاكمتهما في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث كنيسة مارمينة بحلوان وحدثت المحكمة جلسة الثانية عشر من مايو للنطق بالحكم على باقي المتهمين وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني وعضوية المستشارين واجدي عبد المعنم والدكتور علي عمارة وسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد بإثبات حضور المتهمين ودفاعهم واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم الثامن الذي دفع ببطلان اعترافات المتهم الأول بأن موكله اشترك معه بالواقع وأشار إلى أن موكله تم القال قبض عليه بتاريخ الثاني من يناير الماضي قبل صدور إذن النيابة العامة بضبطه ليدفع على أثر ذلك بالتزوير محضر الضبط وكان النايب العام المستشار نبيل أحمد الصادق قد أحال 11 متهما للمحاكمة الجنائية في قضية كنيسة مارمينة بحلوان اتهمين بتأسيس وتولي قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية وتمويل عناصر وقتل تسعة مسيحيين وفرد شرطة والشروع في قتل مدنيين ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهمات بتأسيس وتولي قيادة الجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين وتأسيس وتولي قيادة الجماعة تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي داخل البلاد وتدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومشيئاتهما واستباحة الدماء المسيحين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المشيئات العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر ومن الحوادث المرورية التي شهدتها مصر هذا الأسبوع انحرافوا قطار عن مساره في كفر الشيخ حيث أفادت مصادره بهيئة السكك الحديد في كفر الشيخ بمصر بين القطار المتجه من كفر الشيخ إلى بيلين حرف عن مساره عند قرية أبو تمادأ وأضاف المصر أن قيادات الشرطة والمحافظة انتقلت إلى مكان الحادث فضلا عن انتقال سيارات الأسعاف ووفقا لصحفة مصرية أعلنت مصادر الطبية بوزارة الصحة أن حادث انحراف عرب من قطار كفر الشيخ أسفر عن إصابة 30 راكبا حتى الآن وأضاف المصدر في تصريحات صحفية أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام لافتا إلى أن إصابتهم خفيفة وعبارة عن كدمات ورضوط وكسور وأشار إلى الدفع بنحو عشر عربات إصعاف لنقل المصابين إلى المستشفى مع رفع درجة الاستعداد إلى الحالة القصوى وأعلنت هيئة السكك الحديد مساء الخميس عن تأخر قطار بالرقم 495 ركاب نتيجة انحراف العرب الثانية من القطار دون انقلاب العرب وذلك بخط قلين كفر الشيخ شربين مشاهدين وفي الشأن المصري العام حيث وافق مجلس النواب المصرية ثلاثة بصفة رسمية على التعديلات الدستورية المطروحة لاستفتاء بالأغلبية وقال المجلس عبر موقعه الكتروني أن 531 نائبا وافقوا على التعديلات من إجمال الحضور 554 عضوا ورفض 22 نائبا وامتنع عضو واحد عن التصويت الجدير بالذكر أن البرلمان المصري برئاسة الدكتور علي عبد العال ناقش الثلاثة في جلسته العامة تقرير اللجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن التعديلات الدستورية المقترحة كما وافق العضاء على المادة 241 ونصها تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيسا للجمهورية في 2018 ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية وبشأن المادة الانتقالية أكد عبد العال على أن المادة الانتقالية 241 ستطبق بأثر فوري مباشر والمدة التالية تحقق العدالة السياسية وبالتالي تحقق الاستقرار اللازم وهذا الغرض من هذه المادة وقال رئيس مجلس النواب أن التعديلات الدستورية وفقا لمن انتهت إليه لجنة الشؤون في الصياغة لم تمس فترات الرئاسة وستظل فترتين مضيفا تحركنا في سنوات المدة وتمت صياغة المادة الانتقالية صياغة مريحة للجميع تؤكد وعدم وجود توريث أو تأبيت لافتان لأن زيادة مدة الست سنوات كانت مطروحة من جانب الأصوات المعارضة وكانت حاضرة في لجنة العشرة ولجنة الخمسين التي أعدتا دستور 2014 مشاهدين الحصاد مستمر أهلا بكم إلى العراق حيث أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية الاثنين في بيان جديد ارتفاع حصيلة غرق عبارة الموصل إلى 117 شخصا بعد عثور فرق البحث على جثة لشاب عراقي قضى في حادثة غرق العبارة المنكوبة وأضافت المديرية في بيانها أن جثة لشاب يدعى أحمد عبدالله عبدالستار وهو من موليد عام 1994 في الموصل بالجانب الأيمن وأكدت المديرية أنها سلمت جثة الشاب إلى الطب العدلي وأكدت المديرية أيضا في نفس البيان أن فرقنا في محافظة نينو ما زالت تواصل عمليات البحث على طول مجرى نهر دجلة وعلى مدار الساعة وفي وقت سابق علنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية نستة وخمسين شخصا لا يزالون مفقودين جراء الحادثة وكانت المديرية علنت قبل يومين في حصيلة يتم تحديثها باستمرار ارتفاع عدد ضحايا العبارة إلى 116 غريقا وفي وقت سابق من مساء الجمعة عثرت فرق إنقاذ وبحث تابعة المديرية على ثلاث جثث وأفاد أحد أبرز عضاء فريق ثورة الزوارق الشاب خير الجبوري من ناحية القيارة انتشلنا ثلاث جثث من النهر قرب سبع قرى وهي تقع جنوب الموصل مركز نينوى شمال العاصمة بغداد منوها إلى أن الفرق عثرت على مستمسكات ثبوتية فردية طافية في النهر يرجح أنها لضحايا غرق العبارة لكن دون أن تكون جثثهم معها ووقع الحادث الذي أسفر عن مقتل 117 عراقيا حتى الآن في 21 مارس الماضي حين غرقت العبارة وعلمت نها 200 راكب في مدينة الموصل شمال العراق بمنطقة الغابات وهي منطقة سياحية يرتادها العراقيون بكثرة في فصل الربيع بما أدى إلى خسائر فادحة في الأرواح مشاهدنا ونتوجه إلى التوترات في السودان حيث دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى استمرار المرحلة الانتقالية في البلاد لمدة أربع سنوات لتحقيق مطالب الثورة واستعادة الديمقراطية إلى ذلك يواصل المعتصمون أمام مقر وسارة الدفاع في العاصمة السودانية الخرطومة اعتصامهم متمسكين بتسليم السلطة إلى المدنيين وتشكيل مجلس انتقالي بتمثيل عسكري بحدود جعلت تجمع المهنيين السودانيين والقوى المتحالفة معه إلى جانب المحتجين المعتصمين في مقر القيادة العامة للجيش السوداني وسط العاصمة الخرطوم يرهنون فضى اعتصامهم بتنفيذها أهمها تسليم السلطة وتكوين حكومة مدنية انتقالية قطلا عن هيكلة جهاز الأمن لتضع الكرة في ملعب المجلس العسكري الانتقالي نطالب المجلس العسكري بل نعمره لأننا أصحاب الثورة نطالبه ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن فتاتين شقيقتين سعوديتين في جورجيا قدمت طلب اللجو لبريطانيا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بزعم أنهما مهددتان بالقتل إذا رجعتا إلى وطنهما وذكرت الصحيفة في تقرين لها أن شقيقتين سعوديتين التي عرفتا نفسيهما على أنهما مهى السبيعي البالغة من العمر 28 عام ووفاء السبيعي البالغة 25 عام تعتبران الحالة الأحدث في قضية هروب الفتيات من السعودية وزعمت مهى ووفاء أنهما تقطعت بهما السبل في جمهورية جورجيا بعد فرارهما من وطنهما السعودية وأوضح التقرير أن الفتاتين استخدمتا حساب يودع جورجيا سيسترز على تويتر وزعمتا من خلاله أن والدهما وإخوانهما موجودون الآن في جورجيا لمحاولة تعقبهما ثم قتلهما وفي مقطع فيديو نشرته الأختان على الحساب السابق قالتا لقد هربنا من الاضطهاد من عائلتنا لأن القوانين في المملكة العربية السعودية أضعف من أن تحمينا نحن نسعى الحصول على حماية المفوضية العليا للأجئين من أجل نقلنا إلى بلد آمن الرجاء مساعدتنا البقاء على قيد الحياة وفي مقطع فيديو آخر قالت مهى نريد حمايتكم نريد دولة ترحب بنا وتحمي حقوقنا وتدعي الفتاتان أنهما في خطر كبير وكتبتا اضطررنا إلى الضهار وجوهنا فإذا حدث شيء لنا فإن الناس سيتذكروننا وإذا لم يساعدنا ذلك فقد يساعد ذلك فتيات سعوديات أخريات في المستقبل كما تدعي الفتاتان أيضا أن السلطة السعودية أطلت جواز سفرهما وليس لديهما وسيلة للسفر خارج جورجيا وفي يناير الماضي منحت كندا الفتاة السعودية رهف محمد القنون البالغة من العمر 18 عام حق اللجو بعد أن نشرت على تويتر أنها محتجزة داخل غرفة في فندق ببانكوك هربا من عائلتها وجذبت قصتها اهتمام العالم وتعاطف السلطات الكندية تسببت الفيضانات التي تشتاح إيران منذ شهر تقريبا بمقتل 76 شخصا وبأضرار تقدر بحوالي مليارين ومئتين وخمسين مليون دولار أمريكي وفق تقديرات رسمية جديدة نشرت الأحد بينما لا يزال شرق البلاد في حالة تأهب وقال معهد الطب الشرعي الوطني في بيان نشر على موقعه ارتفع عدد القتل إلى 76 قتيلا جراء الفيضانات في مقاطعة الأهواز وآخر في محافظة إيلام واضطرت السلطات إلى إجلاء مئات الألاف من الأشخاص ونقلت وكالة الأنباء الرانية الرسمية عن وزير الداخلية عبد الرحمن فضلي قوله أن 25 من أصل 31 محافظة في البلاد وأكثر من أربعة ألاف قرية في مختلف أنحاء البلاد تأثرت بالفيضانات وأوضحت أن الأضرار تراوحت بين 300 ألف مليار و350 ألف مليار ريال حوالي مليارين ومئتين وخمسين ألف دولار وصرح وزير النقل والتنمية الحضرية محمد إسلامي خلال جلسة عقدت للنواب أن أكثر من أربعة عشر ألف كيلومتر من الطرق تضررت وأن 725 جسرا دمر بالكامل كما مني القطاع الزراعي بأضرار كبيرة دوليا اعتقلت شرطة نيويورك شخصا جاء إلى كدرية القديس باتريك في منهاتن بأولاية نيويورك الأمريكية بعبوتين بنزين وسائل قابل للاشتعال وولاعات وذلك بعد أيام من الحريق الكارثي في كدرية نوتردام بباريس وعلن نائب قائد شرطة نيويورك جون ميلر أثناء مؤتمر صحفي عقده عند مدخل الكدرية أن الشخص الذي اعتقل ليلة الأربع على الخميس حاول دخول الكدرية وهو يحمل تلك المواد القابل للاشتعال وأوقفه أحد الحراس عند مدخل المبنى وأبلغه أنه لا يمكنه الدخول وانسكب بعض البنزين على الأرض عندما طلب منه الخروج ما دفع عناصر قسم مكافحة الإرهاب في شرطة نيويورك لإعتقاله وقال المعتقل البالغ من العمر 37 عاما وهو معروف لدى الشرطة أنه اقتنى البنزين بعد أن نفذ وقود سيارته وأراد اختصار الطريق من خلال المرور عبر الكدرية لأن الشرطة كشفت أن سيارته لم تكن خالية من الوقود وأشار الضابط إلى أن إجابات الموقوف كانت غير مترابطة وتنطوي على مراوغة ولا تزال دوافعه مجهولة بالنسبة للشرطة وجاء هذا الحادث بعد أيام تعرض كدرية نوتردام بالعاصمة الفرنسية لأضرار هائلة إثر حريق مدمر أسفر عن انهيار بعض أزائها شاهدنا وأيضا ننتقل إلى الفاجعة الإنسانية التي حلت في كنيسة بفرنسا هذا الأسبوع حيث ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية والعالمية الاثنين اشتعال النيران في كدرية نوتردام المعروفة عالميا في العاصمة الفرنسية باريس والتي تعود للعصور الوسطى وأعلنت فرق الإطفاء الفرنسية عن اندلاع حريق ضخم في كدرية نوتردام التاريخية وسط العاصمة باريس وتم إجلال منطقة من السكان ولم يتم الكشف حتى الآن عن أسباب الحريق وحجم الخسار المادية أو البشرية جراء الحريق لكن الشرطة الفرنسية رجحت فرضية التماسل الكهربائي وراء الحريق حيث كشفت التحقيقات أن حريق تلك التحفة التاريخية بدأ في تجويف السقف حيث كانت تنفذ بعض أعمال الإصلاح كما أشار المحققون أن العمال استخدموا أدوات كهربائي مما أدى إلى تطاير شرارات نارية من جانبها تحدثت رئيسة بلدية باريس آن هدلاقو مساء الاثنين عن حريق رهيب اندلع في سقف كدرية نوتردام أحد أشهر الصروح الدينية والسياحية في العاصمة الفرنسية وكتبت رئيسة البلدية على تويتر حريق الرهيب في كدرية نوتردام في باريس فرق الإطفاء تحاول السيطرة على النيران وفي وقت سابق أفادت فرق الإطفاء أن الحريق مرتبط على الأرجح بأعمال ترتيم أو ترميم الصرح الشهير بما قالها متحدث باسم الكدرية أنه اندلع قرابة الساعة الرابع مساء الاثنين بتوقيت باريس وأفاد مصدر مسؤول شهود عيان في المكان أن ألسنة النيران التهمت جزءا من سقف المبنى هذا ويزور الكدرية نحو 13 مليون سائح كل عام وافقت الحكومة الألمانية الأربعاء على مجموعة قواعد صارمة تسهل عملية ترحيل طلب اللجوء الذين يخفقون في تحقيق متطلبات اللجوء في ألمانيا وقال وزير الداخل الألماني هورس سيهور أن حزمة القواعد التي وافق عليها مجلس الوزراء تركز على الأشخاص الذين استنفذوا جميع السبل القانونية للحصول على اللجوء وفق ما أوردد وكات أسوشيتيت بريس وأضاف سيهور في تصريحات الصحفين في برلين أن الأشخاص الذين يحاولون إخفاء خوياتهم قد يسجنون بينما سيواجه من يفشل في استبدال وثائق سفرهم المفقودة عقوبات بدفع غرامات وفي إطار القواعد الصارمة ستضاعف برلين عشرات المرات الأماكن المتخصصة أو المخصصة للمبعدين في السجون ولن تمنح الحكومة إعاناة للأشخاص الذين حصلوا على حق اللجوء أو وضع مماثل في بلد آخر بالاتحاد الأوروبي ويقيمون في ألمانيا ورحلت ألمانيا في العام الماضي نحو 25 ألف شخص وهو عدد أقل بقليل من العدل الإجمالي المطلوب لمغادرة البلاد وعلاقة السياسة المنفتحة إزاء المهاجرين التي اتبعتها المستشار الألماني إنجلا ميركل منذ عام 2015 انتقادات واسعة داخل ألمانيا وأدى إلى صعود حزب يميني متطرف اشتاح تعاصير مدمرة جنوب الولايات المتحدة الأمريكية لما أسفر عن مقتل ستة أشخاص من بينهم ثلاثة أطفال الأحد كما تهدد به طول أمطار غزيرة على مناطق متعددة من نيورك وحتى إطلانتا وقال بوب أورافيك خبير الأرصاد في الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية أن أكثر من مئة مليون شخص من وسط الولايات الأمريكية وحتى الساحل الشرقي تلقوا تحذيرات من عواصف رعادية شديدة وموجة عصير أخرى وذكر موقع فلايت أويرل متابعة حركة النقل الجوي أن نحو ستة ألاف رحلة في الولايات المتحدة ألغيت أو أرجئت مشيرا إلى معظم المصعب موجودة في مدن دالس وشارلوت وشيكاغو وقال أورافيك أنه جرى الإبلاغ عن هبوب سبعة عشر إصارا في الجنوب من ولاية تكساس وحتى ألباما وقالت متحدثة باسم قائد شرطة منطقة إنجلينا في تكساس أن شقيقين صغيرين ثلاثة أعوام وثمانية أعوام لقيا حتفهما عندما سقطت شجرة على سيارة كان بداخلها في منطقة بولوك وقال نائب قائد شرطة منطقة أواتشيتا بولاية لويزيانا نصبيا يبلغ من العمر ثلاثة عشر عاما غرق عندما سقط في قناة صرف صحي غمرتها مياه سيول قرب منطقة مونرو خلال استعداداتهم لحفر الأساسات الخاصة ببناء مدرسة في إحدى ضواحي أورشاليم القدس عثر علماء الأثار على كنز أثرين ثمين يعود إلى زمن السيد المسيح وكانت الأثار التي عثر عليها عبارة عن قرية يهودية تقع في ضاحية أورشاليم القدس وكانت تزود الهيكل بالمنتجات الزراعية أيام حياة السيد المسيح على الأرض وفق المؤرخين مشاهدين وصلنا إلى الخبر الرياضي والأخير حيث تأهل كل من نادي ليفربول وتتونهام وسبير الإنجليزيين إلى الدور نصف النهائي من دور أبطال أوروبا الخميس ليقابل كل من برشلون إسباني وأيكاس أمستردام الهولندية على التوالي ودخل منشستر سيتيال لقاسة عن التعويض هزيمته في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب تتونهام وانتهت بفوس السبيرز بهدف دون مقابل وفي الدقيقة الرابعة من الشرط الأول أحرز رحيم ستيرلينغ الهدف الأول للسيتزنز بعد إطلاقه من إيفن دي بروين مررها على الجهة اليسرى إلى ستيرلينغ الذي سدد الكرة تزيد بباطن قدمه في أقصى الزاوية اليسرى الحارس هوغولوريس ولم تمر سوى ثلاث دقائق لينجح تتنهام في التعديل من خلال تمريره وصلت إلى سونج يونغ على حدود منطقة الجزال يسددها اللعب الكوري تزديد قوية تصطدم في الحارس إيدرسون وتسكن الشباك وسجل اللعب الكوري في الدقيقة العاشرة دفه الثاني في المباراة بعد انطلاقة من مرتدة سريع عن طريق لوكاس مورا الذي مررها إلى هيونج مين يسددها الأخير في مرمى مواريسة مشاهدين وصلنا إلى ختام حصادنا الإخباري الإسبوعي شكرا للمتابعة ونلتقيكم الأسبوع المقبل إلى اللقاء إلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى